دراسة التعامل مع الدكتور المسؤول عن الرسالة أخوي عمر العطاس طالب مبتعث من جامعة ملك فهد البترول المعادن دراسة الدكتوراه في هندسة البيئة معالجة مياه الشرب في جامعة أتوى ترى اللي تخبر السلام عليكم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أشكركم جميعاً على الحضور اليوم وأشكر الأخوان المنظمين ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا في نهاية هذا اليوم ونتمكن إن شاء الله ونكرره في مدن أخرى إن شاء الله حول كندا من الأمور جداً صعبة علينا كمبتعثين لدراسات لمرحلة دراسات العليا من ماجستير ودكتوراه هي التعامل مع المشرف الدراسي وقبل هذا الأمر هو مشكلة القبول الأكاديمي أي محاضرتي فعلاً كيف تتعامل مع مشرفك الدراسي لكن في مرحلتين الآن جداً هامة هي مرحلة الأولى مرحلة ما قبل الحصول على القبول الأكاديمي ومرحلة ما بعد ما قبل هي المرحلة الأساسية التي تمكنك إن شاء الله وتمكنك من الحصول على القبول في الجامعة فهو أمر مر علي عبر السنين أنا يليل الآن في كندا ست سنوات ومرحلة طويلة في الدراسات العليا فمرت علي أمثلة كثيرة وجلست مع مجموعة كبيرة خاصة في ملتقى المبتعثين اللي تم في الرياض وجدة وحاولت أطرح عليهم هذا الأمر وهذه الطريقة وأحمد الله وأشكره يعني أغلب اللي اتبعوها إن شاء الله حصلوا على القبول ما هي إنها هي الطريقة الوحيد ولكنها أحد الطرق نسى الله سبحانه وتعالى توفيق فالآن من المهارات مع التعامل المشرف الدراسي هي مرحلتين مرحلة ما قبل ومرحلة ما بعد فنبدأ الآن ما قبل الحصول على القبول الأكاديمي الآن من صراحة الأمور اللطيفة التي كنت أتكلم مع الشباب عليها إنه البحث على مشرف أكاديمي كما تبحث عن شريك لحياتك لكن لفترة بسيطة وتنتهي إن شاء الله بتسليم شهادتك فيعني ما فيها حتى لا كره ولا مشاكل في النهاية غير إن شاء الله يكون فيها التوفيق فحاول قدر الإمكان إنك يعني تدرس الأمر جيداً قبل ما تقبل عليه فكثير من الأخوان والأخوات أول ما يجي يتحمس يروح يكلم المشرف هذا أكبر خطأ لأنه بمجرد المشرف أو المشرفة أعطاك الرفض ستتعب ولا ستستطيع أنك تفتح مع باب آخر فالآن كيف ترتب نفسك قبل ما أنك تبدأ مخاطبته البحث عن مشرف أكاديمي يوافق ميولك الأكاديمي عن طريق موقع الجامعة والقسم المواقع متاحة عن طريق مواقع الجامعات تدخل على الموقع تشوف إيش القسم وتشوف من الدكاثر الموجودين في القسم وإي واحد ممكن لك إنك أو إنك ممكن تشتغله معه بعدين تبدأ تحدد هذه القائمة بالمشرفين الدراسيين مرتبة حسب الأولوية المناسبة لرغباتك أو رغباتك البحثية أنا الآن لما أجي أستخدم المثال كتخصصي ليس كتسويق لتخصصي وهو هندسة البيئة ولكن إن شاء الله يعني كمثال يعني لو كانوا ممكن تستفيدوا منه إن شاء الله فأنا تخصصي في البكالوريوس هندسة مدنية جيت للماجستير تخصصت هندسة بيئة بعدين بعد ما انتهيت ودخلت في برنامج الدكتورات تخصصت في هندسة البيئة في مجال تحلية مياه الشرب فلما الآن أدخل على موقع القسم أشوف من الدكاتوري الموجودين في هذا القسم من Environment Engineering وبعد كده رغبات البحثية في مجال تحلية مياه الشرب فأدخل وأحدد من الدكاتوري الممكن إنهم يكونوا مشرفين إن شاء الله في المستقبل بعد كده أبدأ زي ما الواحد قبل ما يزوج يسأل أهل العروسة أو أهل العريس كيف كيف نبدأ نقول نسأل عن قائمة المشرفين ومرشحين عن طريقة التواصل مع طلاب الدراسات العليا وخريجين القسم تبدأ الآن كل دكتور عنده لستة بالطلاب التي تخرجوا من عنده وبعضهم يكون حتى موجودين في الداركتوري للجامعة تتخاطبوا معهم وتسألوهم صراحة أنا أقول لكم هي من واقع تجربة لو واحد جاء وسألني عن بعض الدكاتورة في قسمي الآن سأقول لكم في بعض الدكاتورة تجنبوهم تماما لأنهم فيهم إشكاليات جدا كبيرة ومعظم الطلبة التي تعرضوا لمشاكل كبيرة معهم يعني آخرتها نتابعوا المطابين وغيروا المطاف غيروا الدكاتورة فأنا ممكن في إيدكم أنا إذا أفعلت نفس الشيء أي طالب إن شاء الله موجود في القسم حيكون معاكم بالمثل إن شاء الله فلا تحاول أنكم تغفلوا هذا الجانب أنكم تسألوا كيف الدكتور الدكتور ترى مو بس أنه يشرف عليك الدكتور بالنسبة لي طبعه والنسبة لي شخصيته بالنسبة حتى لي ممكن بعضهم يعني لا سمح الله إحنا ما نبغي نخليه أنا ستريو تايب بس أنه في بعضهم حتى يكون عنده عنصرية فتحاولوا قدر إمكان تتسجنبوها وما تعرفوا غير لما تتواصلوا مع زملائكم إن شاء الله اللي يكونوا في المستقبل وعلى هذا الأساس تبدأ تنقيح هذه القائمة بعد أخذ الرأي والمشورة إن شاء الله الآن حددت من عندكم الدكاترة حددت الليستة سألت عنهم تبدأ الآن تطلعوا على الأبحاث والأوراق العلمية المنشورة للمشرفين الدراسيين المرشحين تشوف كل دكتور وتشوف إيش الكتب اللي سواها تشوف إيش الأوراق العلمية اللي أنهاها منها فكرة إنكم تعرفوا منها الدكتور ومنها إنه لما تجي تبدأ تخاطب الدكتور تخاطبه وإنت عندك معلومات عنه ما تجي تخاطبه تقول أقبلني أنا أرسل للدكتور أقوله ترى أنا أعرف أبحاثك أعرف كتبك أعرف اللي سويته وأعرف اللي عملته وأنا صراحة عندي اهتمام في هذه المجالات هذه كلها إن شاء الله تعزز من إمكانية القبول لاحظوا إلى الآن كل الخطوات اللي ذكرناها ما كلمنا ولا أحد الآن تبدأ تخاطبه المشرف بعد ما خلصت كل هذه إن شاء الله وبإذن الله تكون هذه البرزنتيشن موجودة في الموقع إن شاء الله مخاطبة المشرفين وتوضيح الرغبة في العمل مع أحدهم لما تجي تخاطبه إيش تبدأ تبدأ بعطاء نبذة عن تحصيلك الأكاديمي من الكورسات اللي أخذتها والأشياء اللي غطيتها سواء في جامعتك في السعودية أو إنك إذا نهيت المرحلة الدراسات العلية من ماجستير في كندا أو في أي دولة أخرى بعدك تبدأ توضيح اهتماماتك أو اهتماماتك البحثية إظهار اطلاعك على أبحاث والأوراق العلمية المشرف الآن تظهر له إنك يعني قريت عنه وصراحة من خلال قراءتي لهذه النقطة يا دكتور أنا أريد أن أشتغل معك في هذه البحث سبحان الله ممكن أن يكون الدكتور عنده يعني فند وعنده يعني دعم مالي لهذا البحث فهذا الآن كله يعزز من إمكانية إن شاء الله القبول طبعا لما تجي ترسلوا يجب أنه برضو يعني الأخذ في الاعتبار مراعاة ميولكم الشخصية ما الواحد أنه يعني يجد دكتور شغال في مجال تماما تماما مختلف ويبيروح عليه لأنه دكتور طيب لأنه تماما يعني هذا ما هو الغرض من الابتعاث ولو غرض من حصول على الدرجة وإنه إن شاء الله في أمر مراعي لميولكم الشخصية بعد كده توضحوا إنكم عندكم بعثة بس رجاء تكتفوا بهذا أنا عندي بعثة ستوب لو تكلمت أكثر من ذلك حينعكس عليكم جميعا بأثر سلبي أصحكم تدو عن بعثتكم ليش؟ إن شاء الله بإذن الله تجي من ضمن النقاط التي سنناقشها بعد إن شاء الله حصولكم على القبول الأكاديمي بعدين بعد ما تخاطبوا تحاول تدرسوا الاختيارات جيدا وإن شاء الله أنكم تستخيروا في حال حصولكم على الموافقة إذا ربنا أراد من أكثر من مشرف تحددوا من اختياراتكم وتبدأوا وتشوفوا الأولوية في الأولوية بعدين بعد ما إن شاء الله إنه واحد من ذكاثرة القسم إنه إرسلكم الموافقة ويقول أنا ما عندي النمانع تشتغل معايا أعرف إنه مراسلته هو قبول شخصي منه بس ما يقدر يتكلم بلسان القسم يقول لك أنا قبلتك الآن روح وحلها مع القسم فتخاطب القسم لحصول على قبول أكاديمي مع توضيح الموافقة المبدئية من أحد المرشرفين وتذكر اسمه في الابليكيشن عادة الأوراق لما تقدم على الأقسام في الجامعات يصر لها السيركوليشن يمسكوا الأوراق ويخلوا كل دكتور من الدكاترة تمر عليه وطبعا الدكتور عنده أولويات في أعماله فهيترك أوراقك على الرف أو على المكتب لفترة يعلم به الله عشان كده بعضكم كثير يمر بإشكالية إنه أوراقه ما حضرت عليه لكن الآن لو ذكرتوا اسم الدكتور هذا من يوم ما توصل أوراقكم للقسم تتوجه للدكتور الدكتور يقول أنا قبلته وسهلوا القبول أنا عشان بس أقول لكم من تجربة شخصية أنا أختي جات إلى كندا قبل سنة ونص والله الحمد وإله الحمد أتبعت هذه التجربة ردوا عليها يمكن ثلاثة دكاترة وضحت لهم كل النقاط هذه والحمد إلا واحد منهم قال لي ما قال لي ما عنده يمانع وكملي معايا لبرنامج الماجستر فهي طبعا تختلف من شخص الآخر لكن نسأ الله سبحانه وتعالى للجميع التوفيق الآن بمجرد موافقة المشرف وقبوله للطالب تبدأ الآن المرحلة ألا وهي ما بعد الحصول على القبول الأكاديمي الآن بعضكم يضحك ممكن من جملة مكتوبة على البريزنتيشن هنا من نوعية المشرفين الأكاديميين تلاتة أنواع دكتور الآن مخلص جديد فرش مخلص الدكتوراه وجيين قالوا له في طلاب هذول يشتغلوا معك هذا الدكتور أعرفوا يعني أنه حيبدأ يتدرب عليكم أنا ما أبغى أحاول أنه لا أخوفكم من أي واحد من دولة دكاترا إن شاء الله كل واحد تشتغلوا معا أنكم تحصلوا على الاستفادة المطلوبة لكن لازم تخلوا في عين الاعتبار هذه الأمور ما تستطيعوا أن تهملوها ما تجوا تكملوا معا تقولوا لا والله كنا نحس بأنك دكتور عندك أبحاث كثير ونحس بأنه عندك دعم مالي أعرف أن الدكتور هذا الآن بيحاول قدر المستطاع أنه يبني نفسه فبيحاول أنكم يستفيد منكم لبناء نفسه كمان فحتجدوا يعني ما هيكون يمكن عنده دعم مالي كبير أو يمكن ما يكون عنده يعني أوراق علمية كثيرة نوعية البحث عنده هتكون محصورة على اهتماماته في درجة الدكتوراه فهذه لازم تشتغلوا معا تعرفوا أنكم يعني سيكون فيه شغل جدا جدا كبير لكن إن شاء الله من لا يكون فيه توفيق بعد كده النوع الثاني له هو المشرف المتمرس وفي قمة عطاءه العلمي والبحثي هذه النوعية عادة لما يكون دكتور أسوشيت مشارك ويبغي يبدأ أن يصبح بروفسر أو أنه يكون على نهاية المساعد ويبغي يوصل أن يكون مشارك هذه النوعية من الدكاترة ما شاء الله تبارك الله يكون عنده دعم مالي حيكون عنده نوعية كبيرة من الأبحاث لكن لازم تخلوا أيضا في عين الاعتبار إنه هذا الدكتور كما يقال كريف هتشتغلوا معاه هيسحبكم هيقول ما عنده كلام إنكم والله ما عليش تأخرت لا أعرفوا أنكم أنتم أداء للحصول على دعم مالي له هو في أبحاث الأخرى فلازم تشتغلوا معاه لما تدخل معاه ما تجي والله أنتم عارفين أنه يمكن إمكانياتكم محدودة لكن لما تجي تشتغل معاه تقولوا دكتور سامحني ما أقدر لأنه ممكن ما يقبل بهذا الأمر الواحد لازم يعرف مين هو دكتور قبل أن يشتغل معاه وكيفية العطاء العلمي والبحثي المشرف الأخير والذي هو أحمد الله وأشكره أنه أحد طلاب هذه النوعية المشرف الأحفورة هذا الآن دكتور خلاص عفى عليه الزمن أخذ الدكتوراه لا مو أخذ دكتوراه أخذ الأستاذية وجالس هذا جالس الآن يعني يحاول قدر الإمكاني أنه يجي فلوس من هنا فلوس من هناك عدد الأوراق العلمية التي ستخرج من بحثكم ما فارقت كثير لأنه خلاص ما يقدر يترقى أكتر من ذلك لكنه تواجدكم معاه حيفيد في نوعية الفند اللي بيجيله فهذا الدكتور أعرفه أنه الوقت ما هو فارق معاه ممكن تجلس عنده بالسبعة تمانية عشر سنين بالعكس أحلم على قلبه لأنكم إن تجلسين معاه بتجيبوله فلوس ما هو من أحد لكن لما يذكر أنه عنده أكثر من طالب يتيه له دعما قبل الجامعة أو من جهات أخرى فهذا الدكتور لازم تعرف أنه بدل ما هو يدفك أنت هتدف فهذه ممكن نوعية تفيدكم لو كان اشتغلت معاه وأنت إنسان جدا نشيط تعرف الدكتور هذا يلا خذي دكتور أشتغل أبو أسوي كده وتتبع تحركه فجأة سبحان الله ممكن ترجع له الروح طيب في مرحلة ثانية وهي من المرحلة ما بعد الحصول لقبل أكاديمي أنه عدم كشف جميع أوراقكم وشرح للتفاصيل بأثتكم ليش لتجنب المطالبات المالية للبحث مشرفي أخطأت أنا ولله الحمد أول ما جيت 2004 ورحت للدكتور يعني على نياتي ترى دكتور ترى هادي أوراق كل البيث حقتي خذها تطلع عليها زي ما تبع إلى يومكم هذا هو يقول لي عمر أنا أفتكر فيه فقرة في بعثتك تقول إنه فيها فلوس طلع لي الفلوس هذه أبغى أشتري جهاز نبغى نسوي نبغى نعمل نبغى نسوي أبحاث نبغى نعمل أنا طبعا في البداية تقول له إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله ألا إنما جيت لقد أقول له دكتور أقول لك على شي أي جهاز تشتري بفلوس هذه هو ملك لحكومة المملكة العربية السعودية ويا إن لما أخلص رجع معايا ولكنك دافع نصه نقطعه بالنص خلي نص معاك والنص الباقي معنا فبطل خلاص بس إنه أعرف أنك لو بنتوله فيه فقرات لتعويضات مالية وذي كده ممكن حيبدا طالبكم بعد فترة تمديد لمدة البحث لو عرفوا إنه فيه إمكانية مرونة لتمديد بحثكم سيقول لكم لا والله أنا ما أصدق صراحة إنكم ما عندكم بغير أربع سنوات أو ثلاثة سنوات لدرجتكم العلمية خليكم أقعد عندي وخاصة لو كان من نوعه لحفير فالآن لما تبين للدكتور لا تبينه لو قلو له يعني إحنا عندنا مدة محددة وأي تمديد آخر ممكن يتسبب لنا بإشكالية من الأمور الأخرى هو الأعمال الإضافية خارج نطاق اهتماماتك البحثية أو الدراسية أنا ما أتكلم لو الدكتور قال لكم خذوا كورسات أشتغلوا في بحث هنا أشتغلوا في بحث هناك على عيني وراسي لكن يجيني الدكتور يقول لي عمر ترى على فضوة أكلم لاب عندنا شوية يبغى لتنظيف ترفية لو كان أحد الطلبة موجودين تقدر تجيبهم يجيبهم مثلا عينات من مياه من أحد المحطات تبدأ تحس أن الدكتور بدأ شوية نوع من أنواع الاستغلال فأنت وضح له قل لدكتور أنا جاي هنا لغرض معين على وهو الدراسة لا الواحد أنه طبعا يحتك مع الدكتور وندخل معه في نوع من أنواع الكونفلكت لا قل له يا دكتور ترى أنا هذه اهتماماتي ووضح له الصورة من البداية تماما بعض الخطوات التي يجب أن تأخذ في عيني الأتبار أنا ذكرت أنها بعض ترى الكلام في هذا الأمر يعني يطول ويطول ويطول لكن هذه بعض الأمور اللي حزيت أنها جدا مهمة وإن شاء الله يعني أود التنبيه عليها لو ربنا أراد إن شاء الله وكان في المستقبل في إمكانية ممكن نخلي إن شاء الله الجزء ثاني لهذه المحاضرة لما تجي مع الدكتور لازم أنكم تضعوا خطة واضحة للبحث والاتفاق مع المشرف عليها أعرف أنه كل اجتماع مع المشرف الأكاديمي وأي كلام تكتبوه على ورق contract عقب بينك وبينه أمسك الورقة هذه حط عليها التاريخ واحتفظ بها أصحكم ترموا أي ورقة الدكتور يجي اسمعاك هذه اهتماماتي هذه العمال اللي بنعمل عليها هذا جدولنا حط التاريخ يجي الدكتور بعد شهر شهرين يكون من النوعية اللي تنسى أو إنه نشغل تفضل يا دكتور هذه من الأمور اللي اتفقنا عليها ما نستطيع أن نغير بكل احترام يعني وضحوا للدكتور لا تسيبوه ولا يسيبكم لأنه ممكن الدكتور ينساك حتى أو يعني ممكن يطلب منك أنه يقابلك أكثر من مرة بس إنك حاولوا إنكم تتجنبوا اللقاء في حال عدم وجود ما تناقشون ما تبقى تروح للدكتور تقولوا والله أنت طلبت مني قابلك كل أسبوع فجيتك يعني منظركم أو حيكون جدا جدا سيئ لأن الدكتور حيقول اللهم هذا الطالب يعني كأنه بضحك علي فإنتوا بالعكس وضحوا له أنا ما أقدر أقابلك لأنه ما عندي شي أقدمه لكني بأعمل على هذه الأمور أفضل منكم تروحوا على الاجتماع وإنتوا ما عندكم شي محاولة الاستفادة من الأوقات التي تكون فيها المشرف غير مشغول المشرفين دراسين يمروا بمراحل عجيبة من الانشغال ممكن يكون في نهاية السنة ممكن في تسليم درجات تسليم أبحاث إنه حتى تقديم على بعض العروض فتلاقي جدا مشغول لازم تحرص على الوقت اللي تروح تكلموا فيه ما تروحوا في هذه الأوقات لأنه أعرف أنه أي كلام حتى تطحي تنسي ولا الأوراق التي تتلقى على الكورنر ولا على المكتب فإنتوا رحوا له في أوقات تعرفوا فعلا متى الوقت المناسب اللي أنه تستفيد منه إن شاء الله عدم التصادم مع المشرف عند اختلاف وجهات النظر في آخرة المطاف إحنا بشر جميعنا من طلاب ومن مشرفين وكل واحد سبحان الله نفسياته وممكن تكون في السماء وبعض الأحيان تكون في الحضيط لازم تخلي الطريق دائما في خط عودة بينك وبينه ودائما لا تسحبوا الطريق بحيث أنكم تكسروا ولا أنكم تسيبوا دائما مرخي لما تلاقي الدكتور جدا تعبان زكي تقوله أسيبك ومشي لما تلاقي الدكتور خلاص تماما نايم تقول دكتور صحي وقل بي الله خليني يمشي أصحكم إنكم يعني تشدوا مع الدكتور لأنه خلاص في آخر الأمر أنت طالب وهو مشرف أنت ما حد تسوي له شي مستحيل تروح للجامعة تقول له الدكتور ترزع عني ما شو سوي لك أتوكى الله أروح دولك على جامعة ثانية أصحكم تقعوا في تصادم مع مشرفكم الأكاديمي عندي مجموعة من الأخوان قابلناهم بين فترة وفترة طوال هذه السنين وصلوا إلى درجة خلاص وصلوا إلى طريق مسدود اضطروا غيروا المشرفين الأكاديميين أكثر من مرة فهذا أمر يعني ما أتمنى صراحة لأي أحد منكم وأتمنى أنكم تضعوا في عين الاعتبار لا تنجزك كثير من الأعمال دون علم المشرف حتى لا تتعرض لاحتمالية إعادتها وتغييرها بعضكم يظن أنه والله خلاص الدكتور بعيد عني أنا خليني أشتغل أخلص كل ما اتفقنا عليه أو أنه شيء كمان من بالي وأرجع له أوري له كل النتائج وأقول له يلا خليني أتخرج أنت الآن سرت يعني بدخل في مخاطرة ممكن تسوي هذا الأمر وتروح للدكتور يقول لك أحسنت ممتاز let's write وممكن تروح له يقول لك ما هذا ما اتفقنا عليه أمسح كل شيء وأرجع عيد من جديد خليكم دائما في المنتصف خلوه عارف لكن لا تدولوا كل الديتيلز بحيث أنه لما يجي الديتيل معين يقعد يغير لكم كل شوي خليكم دائما في المنتصف لازم يكون الدكتور على اطلاع على جميع تجاربكم على جميع أعمالكم على كل البروغرس حقكم وصراحة أنه أنا بكتب الخطوات هذه قبل ما أجي أسلم البرزنتيشن بساعة جلست مع أخوي وعزيزي عبد الرحمن العمري وذكرني بنقطة جدا 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 مهمة احرص أو احرصي على بناء علاقة مميزة مع المشرف الأكاديمي وترك صورة وانطباع طيب لا ينسى ليش؟ لسببين السبب الأول كلنا هنا في كندا أو في غير كندا في أي دولة خارج المملكة العربية السعودية سفراء لوطننا ما تبغى توصل لمرحلة يجي الدكتور يقول صراحة بعدك أنت يا عمر أنا ما أبغى قبل ولا طالب سعودي يعني هذه مصيبة مصيبة يعني كل ما إحنا جينا عشان غرضه مو والله حتى لا تقول تحصيل صحيح تحصيل أكاديمي على عيني وراسي لكن جينا ممثلين لديننا ووطننا نجي هنا نحاول أن نمثل وخير تمثيل السبب الثاني انتهاءكم من الدرجة العلمية هذا هو المفتاح عشان تبدأوا حياتكم إذا الواحد ما أعرف كون علاقات أكاديمية قوية هيقعد ضايا هذا الدكتور الآن أو الدكتور لو اشتغلت معه أعرف أنه حتى لو رجعت السعودية إن شاء الله وخدمت في السعودية حيكون لكم تواصل معه فأتركوا خط رجعا وهذه ما الأمور اللي جدا جدا مهمة هذه يعني بعض الأمور يعني اللي صراحة وجدت أنها من الأمور الهامة أنه يتنوي عليها بالعلاقة مع المشرف الأكاديمي من قبل ومن بعد القبول الأكاديمي وهذه رسالة في النهاية عشان يعني تسامرايز كل البرزنتيشن في نهاية المطاف توكل واستعم بالله وحده قبل كل شيء ثم احرص على الاستفادة من مشرفك الأكاديمي قدر المستطاع فهي فرصة لن تعوض لن تعوض لن تعوض لتطوير الذات وتنمية المهارات البحثية أشكركم جميعا وأشكر الأخوان في موقع نون ويوم المتعة السعودي وأنا عارف أنه حساني بيخرجني من المنصة هنا لكني كمان أذكر أشكر الأخوة في معهد لستري Language School في أوتوا أنه دعمني أنا وأخي عبد الرحمن العمري للحضور من أوتوا في هذا المؤتمر ونقول يعني الأخوة اللي صراحة نسعوا في هذا الأمر شكرا جزيلا والمنظمين كذلك ولكم كحضور والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أشكرك أخوة عمر شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا اشتركوا في القناة